السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة شرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات مع ذيرها لإخوة والأخوات كنت درت مداخلة على المباشر يبدو أنه فيه خلل في الصورة لا سيما هو أنه كنت نتحدث بالكاميرا نتاع الويب كام يعني ما كنش نستعمل في الكاميرا العادية اضطريت على جل باش ندير فقط تسجيل بالصوت حتى إن شاء الله ربما يفتح اللي نار بي ونبدل الجهاز لأنه يبدو الجهاز تاعي تعب المهم حبيت برك باش نبيني لكم الوجهة عن نظر تاعي فيما يتعلق بهذه المسيرة لربما منكم من يهمه الرأي تاعي في هذا الموضوع مثل ما قلت لكم في المداخلة السابقة هذه المسيرة السؤال اللي يطرح روحه من دعا إليها شكون هي هذه الجهة اللي دعات للمسيرة شحل العدد انتاهم هذا الناس ما هي الخلفية انتاهم ما هي الأهداف انتاهم ما هي المطالب انتاهم الجهة اللي هذه راح تنظم المسيرة اللي راح تأطرها ما هو المنطلق انتاها أين تبدأ أين تنتهي إلى غير ذلك من الأسئلة المطروحة ذرك أي واحد منكم يحاول هو أنه يجيب على هذه الأسئلة لا تكتفي بنشر قال مثلا مقطوعة أو نشر بيانة للفيسبوك مجهول أصحابه متكتفيش انتا بهذا خدم الراسن تاعك خدم العقل تاعك فيه ناس هما راهم يدعيوا لهذه المسيرة منهم بعض الشباب الغاضب اللي هما ما على بلهم وين تبدأ ولا وين تخلص لا جربوا العمل الحزبي ولا جربوا هذه المسيرات ولا جربوا المواجهة مع مع هذا النظام وبالتالي ما يعرفوا شي هالناس ما راهم قادرين يديروا والو حتى ولوا أنه راهوا شعب كامل خرج فيما بعد راهم رايحها جهات واحد أخرى اللي راها عندها النفوذ اللي راها عندها القوة انتاع الكلاش والدبابة والساروخ والطيارة هي اللي فيما بعد راها راها تفرض المنطق انتاعها في ناس أيضا اللي هما من هذ الناس اللي راهم اعلنوا الرغبة انتاعهم للطرشح راهم يحوسوا هما يلقوا طريقة كيفاش يهربوا متبهديلا تاع المجلس الدستوري لانه المجلس الدستوري راهم راح يقصهم بالتالي هما لازم يلقوا طريقة على جلبة شما يخفيوا العرض تاعهم هذك لانه كانوا يكذبوا على شباب وشباب هذك راه رايح يصب باليأس وراه رايح يصب بالإحباط لا سيما من الناس اللي جربوا فيه جهات لا تؤمن بالانتخابات لا تشريعية ولا البلدية ولا الرئاسية لانه هذي الجهات هذي هي اقلية وعارفين بالليلو كان يروحهم الانتخابات ما راهمش راح يديروا الانتخابات وبالتالي هما عندهم مركز انتاع النفوذ ويحوسوا هو انه تهيئ لهم الارضية على جلبة شما يدخلوا في الوقت المناسب باش يفرضوا المنطقة انتاعهم بالقوة فيه جهات ايضا في السلطات هذه العليا اللي هما ربما راهم ناقمين هما على الوضع وراهم يحوسوا على ارضية باش يدخلوا ويفكوا هذا الامر بحسم عسكري بالتالي لابده هو ان تهيئ لهم الارضية ومجموع هذ الناس اللي راهم درك هما يدعيوا انا لا اتحدث عن الناس اللي راهم جايين درك هما في لندن والله في باريز والله في سويسرا والله في دول واحد اخرى وراهوا دير كيس قدامه انتاع تايو شوية انتاع بيستاش وراهوا قاعد هو يحلم هذوك ما يعنيوا ليهوا له هذو هذوك وذكرهم بعث هذي اثنين وعشرين واسمه في فري راهم يزيدوا يواصلوا في الكذب انتاعهم وفي الطبالعيط انتاعهم وفي كذا يزيدوا يحاولوا ان يحربي الامام معروفين ايها الناس معروفين العقلية انتاعهم انا يعني هذو ناس اللي يعنيوا شي اراني نحكي ان الشي اللي راهم غيظني هو الشباب شباب هذو المزطول اللي هو يجي واحد يلعب به هذو الشباب وهو ماليرحين يحرقو به البلاد مثل ما حرقو بالشباب في التسعينات حرقو بهم البلاد راهم ذرك شباب اخر اللي راه ذرك يا ليت راه ذرك هذو الشباب هذا راه يشبه لشباب بتاع التسعينات لانه هذو كل الناس اللي راهم في التسعينات الاقل قال مثلا راه كانوا يصليوا وكانوا يخافوا ربي وكانوا 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 ولربما جاءهم هما مثلا من مسألة دينية ولعبوا له مع العاطفة انتاعهم وكذا وكذا وكانوا يتبع في الريح ما يعرفش حتى الناس راه يتبع فيهم وكانوا يتبع فيهم وكانوا يتبع فيه وكانوا يتبع فيهم سيد ما يخط قال لك السيدر منعوه منعوه هذي اخرتها خلينا منع المطار هذي كنت هم اعتقلوه هم ادوه خلينا من الكذبة هذي كنتها جمع التوقيعات خلينا من الكذبة هذي كنتها عرش حختوه معاه في الانتخابات هذي كتاعة شريعية وبعد ذلك يشولوا الميلف انتعوه خلينا من الامور هذي هذي الاخيرة قال لهم بل يراهم منعوه من فرنسا على جلباش يدخل للجزائر هاهو قال لك بل يراه ودخلهم على اسبانيا كأنه هذي المسيلارها جاية في كوكب واحد اخر وكأنه ابو سعدارها جاية في كوكب واحد اخر وكأنه باتنارها جاية في كوكب واحد اخر هذي الناس اللي هم ممنعوه ومش قادرين هم يهزوه لماذا ذرك انا عندي ثمنتاش سنة مدخلش البلاد ممنوع من النشاط السياسي في البلاد القنوات مسكرة صحوف مسكرة وهو ما فتح لهم الابواب لماذا خموا ترى شوية خدموا العقول تاكم لانه هذي الناس اراهم يخدموا في جهات اراني قلتها لكم في تسجيلات مختلفة هذا راشيد نكاز اراه يمهد في الارضية الناس اللي اراهم يجيوا من وراه اذا مجموع هذي الناس هم اراهم يخدموا في جهات لا شكوا انه اراه كين غضب عند الشباب احنا ارانا ضد هذا النظام ضد هذا العصابة الحاكمة ارانا نحوسوا على تغيير يكون حقيقي مش تغيير مفبرك هذي الناس راهم يحوسوا يديروكم من فو شانجمون مثل ما داروها في وقت سابق يخرجوا ناس للخارج باش يمتصوا الغضب فهمت لي انه راهم عارفين الناس درك راها غضبا لو كان ذلك مثلا هما يخلوا ناس بعد الانتخابات وتخرج الناس الغضب ربما يأدي النتيجة لكن هما يحوسوا يفجشلوه قبل الانتخابات باش دركها لما الناس تفشل في هذين تأثنين وعشرين في ثري راكم تعرفوه ما عندهم الوسائل اللي يستخدموها منها القضية نتاع المأساة قضية نتاع العدو الخارجي مسائل واحد اخرى راحين يستعملوها فيما بعد لما هما يفشلوا هذه المسيرة او ربما يديروا لها مسيرة موازية وفيما بعد هذا الناس ممش قادرين يقطروا هذا الجماهر هذو فيما بعدهما رايحين يمروا الانتخابات كما يحبوا ومن بعد الناس راها راح زيت تصب يأسوا بالاحباط وراح زيت تستمر هذيك الحالة انتاع القنوط هكذا اللي هذي الكابة انتاعه يخرج اللي يروح يحاق روحه الى غير ذلك المهم الاخوة والاخوات هذه المسألة انتاع المسيرة اذا مثل ما قلت لكم لازمكم تطرحوا مجموعة من الاسئة حولها كي الناس ايضا راهم في السلطة هذي راهم حبينهما انه يتمدد هذا الوضع جهات خارجية راها ماذا بها هي تشتعل البلاد علاج البشيات تفرض ايضا المنطق انتاعها وحاسي مسعود وحاسي الرمل وعينه ميناص وين راها المواقع انتاع البترول والمواقع انتاع الذهب ومن بعد راكم راح يدفعوا الجزائر على طبق من ذهب للناس هذو لانه هذي الشباب هذو اللي عرفوا وش من قوة عندك انتا تخرج انتا ذوك انتا تصرخ في الشارع بوفوار اساسا وبوتفليقا يالمروكي وكذا وكذا ومن بعد من بعد راكم تدير في السرك من بعد كيفاش راح انتا هذه المؤسسات اللي راح هذوك هي حاكمة المفاصل انتاع الدولة قال الصناطراق قال مؤسسة انتاع الجيش قال الادارة قال الداخلية قال الاعلام كيفاش انتا هذه المؤسسات البونوك الموانئ المطارات كيفاش هذه المؤسسات انت راح تحكمها علي جل باش انتا تسير هذه البلاد كيفاش وحتى راح قدرت انتا ذوك مثلا قال هذو المسيرة وخرجت انتايا وراها نجحت هذو المسيرة ومن بعد باب الراي وين الدير انتفاضة وباب الراي الدير انقلاب وباب الراي الدير اسمه هذا عسيان مدني وباب الراي ومن بعد وين رايح لازم ترجع فيما بعد ده رغم انفك بها ما طال الزمن ترجع للانتخابات لانه الانتخابات هذيك بها راح تنالتا الشرعية بدون انتخابات ولو شغل واحد راح يمخذ في الماء اذا مجموعة هذه الخيارات حتى اذا كانت طبيقت راح فيما بعد انتا ترجع النقطة تاع البداية اللي هي لا بد من انتخابات علي جل باش تنالتا الشرعية وكيما قلنا لكم كان بعض الناس اللي ربما راهم هما يسألوه او ربما يطلب يقول لك اخويا وراه الحل اسمع وش كنا نقولو منو سنوات لما كانت الناس راهم يقولولكم باللي احنا نقولولهم باللي يا ودي با لكم با لكم راهالا نطف اليمن راه اسلك ميسلك هاش وما يقولك يا ودي هذو الناس هذو معرفين بالتطبيق انتاحهم وما عرفين بكذا يا ودي هذو انتو اليمن الناس متحضرين يا ودي را عندهم قدام من مليون تاقط عن تأسيلها يا ودي يا ودي راح ضرك فكهم فك الناس في اليمن تجربة الدماء انتع الناس راح فك الناس في سوريا راح فك الناس في ليبيا راح فكهم فك الناس اللي راح في السجون راح تعدم ضرك في مصر وروح فكهم قاعد دير فيها بيستاش والتي ثم وقاعد قاعد شيخ عن الناس تتربب عن الناس وروح فكهم يدفعوا فيكم على جال باش انتم تخرجوا باش هما يتاجروا بالمآسين تعاكم راح انتم ديروا المسيرات اتحرقوا اتشواوا شموا الريح انتع الغاز وبعثولهم الفيديوات باش ينشرهم هما في القناوات الفضائية راحوا راح انتم شموا القاز وبعثولهم الفيديوات في قول عماركم يا شباب تكوينا بالمأساة ما ناش حبينكم انتم تتكواوا بمأساة واحد اخرى راح انو ندعيو فيكم على جال باش تحكموا العقول انتعكم وفي المقابل هذي الناس اللي راحوا في السلطة احشموا على اعراضكم احشموا احشموا راكم مدين لبلاد المحرقاء سنواته ونحن ندعوه من اجل تحكيم لغة العقل من اجل يعني هو انو الناس تلتقي في مؤتمر تمشي الناس واحدة واحدة وراعوا المشكلة الدرك هو انو تؤجل هذه الانتخابات تؤجل قال مثلا نوفمبر هاي وقال مثلا في شهر انتع جوي قال مثلا يكون هناك مؤتمر بمناسبة انتع شهر جوي شهر الاستقلال يكون هناك مؤتمر قال حال انتع الرئيس راه مريض راه الناس كاملة لابلها به وقال باللي الوضع ذرك انت هذ المرشحين مراك راح تخدم انت ذرك هاي خير انت بين هذا بوتفلي قبيس وناس اخرين ورام المرشحين لماذا لا تؤجل انتخابات الشهر قال مثلا شهر نوفمبر وقال يعقد مؤتمر في شهر جوي يحذر له من الان وتكون فيها مشاورات وتكون فيها جهة مستقلة يلي تشرف على المؤتمر هذا وتمشي الناس قال هاهو تمشي الناس قال تشكيل حكومة وحدة وطنية والله حكومة التكنقراط وتشرف الانتخابات ويطلع رئيسة منتخب او تتفق الناس على شخصية هكذا او مجموعة من الناس مجموعة من الحكامات من العقالة تتفق حولهم الناس وتمشي الناس وحدة وحدة لبناء جزائر جديدة جمهورية جزائرية جديدة ويكون هناك مشروع تعمل مجتمع تتنقش حول الناس تعطى الكلمة للناس في الساحات خلي الناس تعبر على هذا تعطى الكلمة للشعب في الساحات العمومية خفته من الساحات وخفته من الشوارع افتحوا دور الثقافة افتحوا الشباب القاعات السيدي تلتقي الناس افتح الميكروفون خلي الناس تهضر وراء المشكلة وتمشي الناس واحدة واحدة لتغيير حقيقي اما الناس تمشي بهذه الطريقة الناس متعنتة دخل السلطة ما على بالهمش بالشعب هذا حتى اذا كان خرجوا كل والناس في المقابل اراهم يسعوا من اجل الوصول للسلطة ولو على الدماء والجثث تعالى الناس الجزائر تحرق اذا الاخوة والاخوات هذه المسألة انتع المسيرات لازمكم تعرفوا شكون هي الجهات اللي راه وراءها شكون هي الجهات اللي راه تنظم فيها ما هي النقطة البداية النقطة النهاية ما هي الاهدف انتعها ما هي المطالب انتعها الناس راه تحوس على منع العهدة الخامسة يا اخي انا نحوس على تغيير النظام تغيير النظام تغيير حقيقي مش هي تغيير وهمي الناس راه تحوس قل ذوك مثلا تلغي الانتخابات وعلى جلبة يفرضوا الامر الواقع احنا ما نش نحوسه هو انه نقعه ضحية يا جماعة الخير راه نزدرت مسيرات في التسعينات انا راني واحد من الناس حذرت فيهم راني حذرنا في الاعتصامات ونعرف هذا النظام وراني حذرنا في الثمانية وثمانيين مش يجي ذوك انا واحد ذرك ما يعرف هذا النظام ولا في عمره في حياته دار مسيره وجي هذا المواطن اللي انت يمشيك معه واحد اراه وذرك هما هزته الشرطة ويروح يضمن معاه ويروح يوقف معاه ويروح لمواليه ويروح مش عارفه انا والتلفزاء وقلب اللوز والبقلاوة والدنيا مقلب عليه وهذا المواطن الاعمى اللي واحد عنده ثمنتاشين سنة ما شافش البلاد ما علبالوش بيه واحد عنده عشرين سنة هو في السجن ما علبالوش بيه واحد اللي يراه يبحث على باباه والأموم المختطافين ما علبالوش بيه هذا عنده الراس هذا ننتظر منه انا بش يدير تغيير في البلاد ما ننتظرش منه بالنسبة لي هذي يبيع البلاد لماذا لانه الراس ما عنده ما هوش يفكر ما هوش يحوس عن مصلحة البلاد تقود فيه الانفعالات راه تقود فيه المشاعر راه تقود فيه العواطف هذا الانسان اللي هما يوجهوه بطريق باب الإعلام غدوة قدر يحرق البلاد إنسان كان في فرنسا راه مرشح فيه وسموه يجي ويقلبوه لك ها هو جاه ها هو مليونار وها هو راح البلاد وها هو يخدم وراه مع المسلمين وراه وكذا وري وترى واحد خرجوا من الأزمة هذا الانسان مليونار احنا ذكرنا نشوفوه فيه ناس راه مديرين جمعيات في الجزائر راه ميعاونوا في اليتامة ويعاونوا في المرضى نتاع السكر ويعاونوا في الناس اللي عندهم الكونسار ويجيبولهم في الدووات والانسان اللي مات يروحوا يقوموا له بالجنازة انتاعوا واللي يعرسوا راني يشوفوا فيهم همكاني اللي رامحت يديرولهم في العراس مع ذلك الناس العيون انتاحة عمياء مشتشوف وواحد يبيعلم في الهواء والناس راه تجريمون وراهوا شباب هذا لا ينتظر منه الخير هذا هذا الانسان اللي ولديه مش دير فيهم الخير هذا الانسان اللي معلبله لبلجارتاعوا ولبلعائلة انتاعوا ويروح يمشيك مع واحد مجهول وراه وحاطوا وبتعصب هذا انسان مريض هذا ما تنتظر منه حتى شيء اذن الاخوة والاخوات نحاوسوا على جل باش يكون هناك تغيير حقيقي مش التغيير انتاع اوهام وهذا الناس راني قلتها لكم راه همظرك هما قادرين يفشلوا هذا الحراك مثل ما فشلوا حراك انتاع الفين واحداش والفين واثناش مثل ما فشلوا حزب سياسية راه كانت هي تتحكم في الشارع وين راه والفيس وين راه كانت المسيرات هذيك بالملايين كانت الشعب كانت شعب برا الناس تصلي والناس تعبد في ربي وهذا المصاحف والناس تصدق والناس كذا الناس راه تاكل برا ودير اسواق الرحمة ودير المطاعم انتاع رمضان هذيك ومنا كأنه شيء لم يكن ويجي واحد انتاع هزلي تليفونه قاعد يضرط على الغاشي هاهو في فرنسا هاهو في اسبانيا هاهو في بلجيك هاهو في الالمان هاي سكرت الكونسيلة هم حلوها قالوا اسمه الهامل روح مكان حتى واحد يمسك هم حكموه في المطار هاي سكرت الكونسيلة هم عايطلوا الكونسيلة قالوا كانت الشربيان واحد يلتقان مباشر Lavriere قهوه ومباشر مكان يسنع في البحر الشمس هاهو 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 تنتظر منهم الخير هذو هادا الانسان عنده وهو يفكر هاذا تنتظر منه انتا هو انه يبنيكي يديرلك مستقبل هاذا تنتظر منه انه اديرلك نهضة في البلاد هاذا تنتظر منه انه اديرلك تغيير هذا التغيير يبدأ بيه اول اول انتا رك اخطره و اخطر و اخطر و اخطر و اخطر من النظام تراسك مسكر تراسك مضروب مانيش عارف باش مضروب بالقاز نهار اللي يعود عندك تفكير نهار اللي يعود عندك عقل فيما بعد بدا انت تحكي على التغيير تمك فهم للمسيرة لاعارف دستور لاعارف قوانين و راي حوس على التغيير السيد احنا نقولوكم باللي اراه ممنوع قانونيا من الترشح ممنوع كاينة مادة اللي تقولوك باللي الانسان اللي كان متجنس ما عندوش دروه باش يترشح مزوج بمرأة اجنابية ما عندوش باش يترشح زيد الميلف انتع باباه المتعلق بالثورة قاضية انتع الاملاك تصريح بالممتلكات ياهل تراه راهو دار تصريح بالممتلكات انتعوا و مكانش لماذا لانه وراهو يقولوهم باللي راهو مليونار تصريح انتعوا بالممتلكات ورنا تراه هذا العقارات اللي رام عندك في فرنسا ورام عندك في الماريكان يلا صرح بالممتلكات انتعك وجماعات تبع هز تليفون قاعد يدور وجماعات تبع فيه هذو راه ممخليينه قاسم من بالله هذو الناس يرام في السلطة في اي لحظة لو كان يشوفوه باللي فعلا هو يشكل عليهم خطر يعطيولو وراه بوذياف راهو واحد من المجاهدين ومن المفجر انتع الثورة قتلوه قتلوه امام الكاميرات تذوك ها هو انه قال مثلا الشباب راهو ذرك هو عازف على الانتخابات موش مأمل بالانتخابات راهو ذرك هذا راهو يدير في السيرك مخليين عليها هاو الشباب راهو قال يالله راشدنك كازل امشي 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 من بعد وما يجبدوه راهو بالسلامة بالعافية ما كايش المجلس الدستوري تربح رانا نعرفو هذا النظام حل رانا نحوسوه على جلبش يكون هناك تغيير حقيقي تغيير في العقليات تغيير في الذهنيات تغيير في السلوكات تغيير في المنهجيات تغيير على كل الاسعيدة تغيير في النظم موش هكذاك انت قالك انت تروح تمشي وعايط على روحك وروح اخويا عايط على روحك انا ما نمشيش معك انا حل رانا استفدنا من هذه الازمة استفدنا من هذه الاخطاء اللي وقعت في البلاد نحاوسوه على جلبش يكون هناك تغيير حقيقي مبني على العقل مبني على الحكمة تغيير اللي هو يقدم البلاد تغيير اللي يخدم البلاد تغيير اللي ينهض البلاد مش اللي يرهن البلاد مش اللي يعطيها للعملاء والخواناء وكذا وكذا جيت احكيلي انت وقد قللي باللي هذا ذكره بوتفليقة وقانون ودستور وكذا اراني قلت لك باللي اراني ضد بوتفليقة في تسعة وتسعين مشي حتى عاد بالكروسة بالتالي لوك اذا كنت ما تفهمش الكلام وش رح نهضر معك انا قلت لك اراني مع تغيير النظام النظام يروح كامل حوسوه على نظام جديد وهذا النظام الجديد لا يأتي بين عشية وضوحها لازم الناس تلتقي وتروح واحدة واحدة للتغيير مثل ما قلنا يكون هناك مؤتمر في الداخل وفي الخارج لاسية ما في الخارج في الخارج هو انك تفتح المجال انت للكفاءات هذه الارعاة في الخارج تلتقي وتصير عندها قوة تعترح مثل ما قلت في الموضوع هذا كنت على الكفاءات فيما بعد تمشي الناس واحدة واحدة نروح نمشي هنا معه بهليل مع مجانين واحد معه لبلو بالمسيرة ولا امره في حياته شارك في حزب سياسي ولا احضر في جمعية عامة ولا احضر في مؤتمر ولا التقى بشخصية وطنية ولا دار مرة في حياته اكتب مقال ولا كذا نروح نمشي معه انا يا اخويا ما تعرفش حبس جي في بلاستك اسمع اسمع الناس كثر منك تعلم اقرأ كتب طالع نهر لي تلحق المستوى انتها من النفج من بعد ما عليش يا سيدين تصير انت عندك قوة الطرح فيما بعد انت اطرح اخويا او قول دار تمشي انت راك تساهم في الرداء تارك تدفع في البلاد للاحتلال وديروح قبلك تغير شو تغير اخرج انت لوكا من بعد غدوة سرامجاكل في الطريق مره راك تزيد ومن بعد كيف تسكر لهم الطريق كيف شرح تدير من بعد تدخل الشرطة لانك انت ما عندك منظمين ما عندك ناس اللي راك مدرك وما يؤطروا في ذاك الحراك ما عندك نقطة البداية ما عندك نقطة النهاية امشي هكذا كالهواوي ومن بعد انت راك راح تعطى المصالح انت على الناس في الوقت انت على الفيس حزب سياسي هو معروف المنظمين راهم معروفين يبانوا الكاكتشوف فيهم راهم كين تنظيم ها هو طبيب ها هو ذيك ها هو ذيك ها هو ذيك ومع ذلك الاضراب اللي راهم كين كذا قال اودي الجماعة اللي راهم في المستشفيات وكذا لازمتم تديروا لها قارد ولازم كذا ولازم كذا رايح انت خارج لي في الطريق تخرج لك ياو وخرجوا من كل بلاسة هم بعد اروح انت سيرها اروح انت ايا اراك في فرنسا ولا اراك في المريكان ولا في الانجليز قال راهم مثلا فروج وقال واسمو يعني البلايك مكانش فروج مكانش تذوك لما تخرج الناس ثمه تتلظ مع بعضها ثمه يموت لك واحد في الطريق شكون هو المسؤول تا هو المسؤول لان لماذا لان الراس تاعك حبس كيفاش انت تدعي الناس للفوضة ما يكفيش هو انك تقول انت الناس ديروا يو بقى بسلمية سلمية وعلى الناس اللي خرجوا هما في ليبيا خرجوا بالسلاح ولا اللي خرجوا في سوريا خرجوا بالسلاح يو الفيس خرجت الناس بالمصاحف في كل الناس راها في كل وقت راها تصلي وراها الناس تقرا في القرآن وتعبد في ربي والطهارة والنظافة وذيك ومن بعد النهار اللي لحق فيها القنة بالمسئلة واشوفوا اين رانا وصلنا اخوه الاخوات المهم خذوا حذر انتعكم فيها جهات راها هي خارجية هذا مش راها تخويف واله ذي حقيقة كاين صفاحات مشبوهة كاين صفاحات راها هذركية ملغمة راهم الناس يحوسوا يديوا معلومات والكذا قادرة تلقى ذلك مثلا واحد الصفحة انتع الامن والذيك لا بينها انتعاموا عرض وكاني الناس راهم يخدموا بهم راكم شفتوهم راها بدت توضح لكم المسائل المهم خذوا الحذر انتعكم جماعة راهم يحوسوا على السلطة وجماعة يحوسوا يبقوا فيها احنا نحوسوا هذا الناس يروحوا في زوج نحوسوا على جلبش يكون هناك تغيير حقيقي تغيير اللي في مصلحة انتع البلاد هذه هي الكلمة انتهي ان اصبتوا فمن الله وان اخطأتوا فمن نفسي ومن الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة